باركاته زيكو شباب يا رب تكونوا بخير معاكو زملتكو الاء احمد فرقة ثالثة ان شاء الله هراجع على المحاضرة بتاعتها ان شاء الله هعد على النقاط المهمة بازن الله هتكون مراجع بسيطة كده يلا بسم من الله نتوكل اول حاجة زي ما احنا متعودين ندعل زمانينا يا رب يا رب يفرق لهم اسكنوا مفسيح الجناته نقول ده دعا المذاكرة تكون يا ريس يا شباب تكونوا حرسين عليها هندخل على طول علشان احنا مش هنقول باستفادة احنا هنقولوا الحاجات المهمة واقولوك هو كل حاجة يعني المهمة في كل سلايد تمام هنا التستسيونة لازم تعرف اللي هي بتفرض من خلايا اسمها تمام شباب دي الموجودة في الانترستيشال يونت موجودة في الانترستيشال يونت وهي المسؤولة عن اللي هو تستفتيره والسيرتولي هي وظيفتها النورشمنت تمام يا شباب؟ ويهي آآ بيت بتوبة بيت آآ يعني تسعين في المية من حجم التستس تمام؟ آآ وهنا وضحت في الهس وزي ما انت عارفين الانترستيشال يونت اللي بيبقى فيها وفي البيولز والتبيولز دي بتكون فيها تمام يا شباب؟ مش مهمة يعني يعني ايجي بقى لحاجات مهمة في المراجعة بيقولك هنا في مرحلة الفيت آآ شباب قلنا اللي هو بيفرض في بداء يعني في اللي هو في اول ثلاث شهور لكن بيوصل للبيك في يا شباب تمام؟ وبيكون مسؤول هنا اللي بيخلي الجنين يعني ميل ولا في ميل تمام؟ لكن في البي بيرتي بيكون عندي الاتنشر سنة آآ في الولاد بيحصل بقى الاجزز ده اللي هو لهايبو سلامك لهايبو سلامك بيتوتري جوناده الاجزز بيرجع يشتغل تاني تمام؟ مرحلة البلوغ بقى ويروح آآ يروح على يعني يقول لها ابعاتي بقى البيتوتري فتروح تبعات للتستس تقول لها خلاص يفرز يعني تستس سيرون فالتستس بقى تشتغل والليه يدج آآ تعمل بقى شغلها عشان تفرز تستس سيرون بيقول لك هنا خمسة وتسعين في المية من التستس سيرون بيطلع من معنى ذلك اللي هو بيطلع من مكان تاني لازم تحفظها شباب بيتيجي بتيجي من انا مش عارفة مش عارفة ليه آآ اهو الادرينالكورتكس آآ الادرينالكورتكس والوي البرفرا اهو البرفرا ارجا تمام شباب وايه تاني هنا بيقول لك آآ ده معين آآ ممكن لو جيه معرفش ممكن حيجي عمل ايه لك انتو عندكش في في الفاينال آآ دياجرامات يعني بس هو بيوضح اللي هو ايه في خلال الفيرس والسكند بيوصل بيكون اه افرازه عالي يعني تمام آآ بيقول لك هنا بقى ايه الخطوات بتاعته آآ بسيطة يعني بيقول لك هنا هاي بوصل مصبع بعت الجنالات التروبينا ريليزنج هرمون بروح للبتويتر البتويتر اللي بتبعت لتستس بيتروح على بطلها طلعت استسيرون يا اما على شكل قلنا اللي هو دام هومي جدا يا شباب اللي هو ضايا هادرو تستستيرون او الاستراديول على حسب ايه المكان اللي هتطلع فيه يا شباب دي برضو هتجي امسي كيو يدية دي تمام يبقى يا اما البرستا والسكن يبقى هيطلع على شكل ضايا هادرو تستستيرون اما في البون والفات والبرين استراديول في البون والفات والبرين آآ lact assassination تمام يا شباب آآ وجي هنا بقى قلنا اللي هو فيه تلاتة بصوية في كلاسيك وفيه انتراليتف ده وفيه بكدور بصوية لكن المتعرف والمشهور واللي موجود عندنا في الكتاب اللي هو معهو اللي هو شباب عندنا اللي هو المفتاح اللي لنبدأ بيه الكولستيرون تمام يا شباب قلنا الكولستيرون ены ده اللي بي ايه اللي قصد اللي ده اللي بدخل الكولستيروم من السايتوبلازم لمايتو كوندريا. تمام? طب ثانية واحدة بس عشان الازام. صور يا شباب احنا كنا قفين ايه? على بداية البسويك. قلنا يا شباب المادة الاول ايه شفت اللي هو ايه? البنية الحاجة اللي بنودع بها الكولستيروم. دي حاجة اه الاساسية لازم تكونوا عارفين. عشان احنا بنتكلم مهما كان الاصل ايه استيرويد? ليه بد يعني? تمام? قلنا الاسطار. الاسطار ده يا شباب مهم جدا. الاسطار ده مهم جدا. ده يا شباب الانزيم او الحاجة يعني او اللي هو الماقل مسلا لبين الكولستيروم من السايتوبلازم لمايتو كوندريا تمام? بيتحول ليه اول ما يدخل مايتو كوندريا بتحول ليه بروجنالالون. او انا قلتها ازاي? ما علينا بس انت عارفين يعني انا اصدر. وبعد كده بحصل له بتحول ليه سبعتاشر بروجنالالون وبعد كده دهري. وبعد كده في الاخر بقى ايه? انا قلت لكم دولوت مش يعني مش مهمية. بس حاجة اللي هو في الاخر التستيرون او الاستراديول على حسب المكان يا شباب اللي هيفرص فيه. تمام? الفرق ما بين هقولك بعد ممكن انتو يتيجي يعني سؤال الفرق ما بين الكلاسيك والبكدور ان هنا بمسلا بيتحول ليه التستيرون او الاستراديول آآ لكن في البكدور يا شباب بتحول ليه على هية يعني الشكل يعني لو لو قالك اهنة البصوية اللي بيبقى يعني بيبقى الانتاج الاخير تستيرون مش ضاي هيدرو تستيرون يبقى الكلاسيك. تمام يا شباب? اه دي مش هيسألقوا فيها يعني الميكانيزم بقى بيقول لك هنا هيدروفوبك يعني مش بيحب المية يبقى لازم يتشل على حاجة عشان يمشي في الدم. فبي بيمسك فيه بلازمو بروتين. اسمها ايه? جونادل سكس استيرو يعني هي من المحاضرة مفهومة جونادل سكس استيرويد بايندين جولوبيولين او و تلاتة منهم تمام? الميكانيزم بقى بيقول لك ان بتروح بتروح بتتنقل من السايتو بلازمو اللي تشو بتدخل بقى بتدخل تمسك في الاول بتمسك فيه الريسيبتور فبتكون فيه كده تمام? الكومبلكس ده ولا صور يا تاني اتاني يا شباب اتلغبط? صور يا شباب انتو عارفيني انا ايله لكو قبل كده لانا بطلغبط اما ببص للنظر كده ما علينا بص يا شباب انا قلتلكو التستيرول خلاص الحر احنا متكلم دلوقتي اللي بيشتغل هو الحر اا بيمشي يروح بقى اما يروح بقى للطرج السللي اللي هو عايزه في رفسيها اوي يعمل الاكشة بتاعها بس احنا قلنا يا شباب اللي هو ايه? بيتحول ليه دايه هيدروتستيرول اا ليه? عشان هو الاقوى منه خمس مرات عن طريق ايه? الالفة اا خمسة الفة ريداكتيز خمسة الفة ريداكتيز احييجي في الامتحان خمسة الفة ريداكتيز ده اللي بيختزله عشان يحاول الديهيدروتستيرول تمام يا شباب? وبعد كده اا بيتكون بقى كومبلكس بعد ما بيمسك في الريسبتور وبعد كده يدخل على النواة النواة يعمل بقى الاكشن بتاعها على الدين ايه يعني? فيطلع الاكشن في الخليل اللي افرس فيها تمام? ويبقى اسمه هرمون تمام يا شباب? عندنا هوا شباب عاوز بقى راح على الترجل اهيه دخل اا اختزل قصدي بخمسة الفة ريداكتيز اتحول لضاي هيدروتستيرول مسك في الريسبتور عمل عمل كومبلكس دخل تمام يا شباب? اا دخل في راح على دين ايه عمل الاكشن بتاعها وعمل مسلا الصفة المعينة اللي ستغل على حاجة اسمها هرمون ريسبونس هرمون ريسبونس مش مهم اوي تمام يا شباب انا دياجرامات هي هي اللي بتحفز اكتر هنا بيقول لك بقى بيتكوني زي في الادريان الكورتيكز زي ما احنا قلنا الكولستيرول زي ما قلنا بيبدأ عادل بالكولستيرول بعد كده برجنالون سرعة من قطع شباب اا كولستيرول بعد كده قلنا برجنالون بعد كده هنقف هنا برجستيرون يا احنا فين بقى انت عايزانة عايزانة اشتغل على اليا اهني معينة احنا قلنا آدروينيو كورتيكز زي ما احنا عرفين اليا جلوميريوزا وفاشكولاتا وريتيكولاريس على حسب على حسب ان انا هشتغل فين هافرز ده الحاجة او اللي هو هو اللي هي يتغير تغير وفي الانزمات بتتغير من مكان لمكان تمام اهما حاجة تكون عارفين برضو اللي هو تاني انزيم مهم جدا اللي هو واحد وعشرين الفا ييدروكسليز واحد وعشرين الفا هيدروكسليز تمام شباب ده المهم جدا ده اللي لو في مشكلة انت مش هتعرف تفرز الالدوستيرون ولا الكورتيزول لك الالدوستيرون بيجي دايريكت يعني. المهم يعني. اللي انت تعرفه برضو في اللي في الاسلايد دي. المهم جدا جدا جدا. انا مش بتكلم بالتفاصيل لشباب. ان في الجلوميرولوزا التستستيرون اللي اسمه ده اللي هي الاستيرويت هرمون بتدينا الالدوستيرون. تمام? اما في الفاسكولاتة بتدينا كورتيزول. اما في الريتوكولاتة بتدينا الاندروجين. تمام يا شباب? وعلى حسب بقى المكان اللي هتروح فيه بتتغير بقى سواء تستستيرون او استراديول. تمام يا شباب اللي انا بقول لك هو هيدينا الالدوستيرون في الجلوميرولوزا. عن طريقة ده مهم جدا الانزيم ده. ده مهم جدا يا شباب. لو حصل فيه خالة مش هي احنا نفقد وظيفة الالدوستيرون في جسمنا والكورتيزول كذلك والاندروجين بس بنسبة صغيرة ليه. عشان احنا عندنا اه ماكن تاني بتطلع تستستيرون. بس يبقى عندنا المهم اللي هي الادوستيرون والكورتيزول. بتعرف يا شباب بتطلع منين? تمام? دي بقى خلاص احنا ما نفصلش احنا في المراجعة احنا دلوقت. واحد الشي يشتم يا شباب. انا بصوا. اهو. المهم بقى هنرجع. اروح لحاجة تانية اللي هي الفانكشن بتاعت التستستيرون. احنا قلنا فيه سكشوال. فيه متابوليك صح? اه سكشوال بيقولك هنا بقى وهو لسه في محرقة اللي هو الجنين لسه في بطن الام. بيبقى بيطلع مين? الجينتال ريت. تمام? دي بقى بتخلينا يعني بتطلع التستستيرون وتعرفنا بقى هي اللي بتوضح بقى للجنين. اه ميل ولا في ميل. تمام? فهي اللي بتبقى عن مسؤولة عنه الفرميشة متاع البينة كل بقى الميل من جينتالية كلها. تمام? وبتأثر ان هي بتوقف الفيميل جينتال اوريجن. تمام? وبتأثر على اه نزول التستستز زي ما في الامبرويو. في البيوبرتي بقى. في البيوبرتي بيقولك اه هنا ان التستستيرون يعني مسؤول عن زيادة اه حجم التستستيس والسيم عن طريق اللي هو بيديد السيم نفرز ستوبيول اما السيم بنفرز ستوبيول بيديد يبقى لي ديكسل بيديد ويبقى حيفرض اه الهرمون بزيادة فده حيدينا السكندري في ميل سيكس كاركتر تمام يا شباب? اه اللي انت تمام? لا تكونوا واخدين يعبلكو يعني 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 حرق يعني عشان ايه بيساعد اللي هو في في الجسم. اللي هو يعني بيبني بيبني بروتين في جسمنا. يبقى بيبني العضلات. الكربو هيدري بيزود يعني بيكسر بيزود تكسير عشان يطلع طاقة جلوكوز تمام? وبيزود اللي هو الجلوكوز ابتيك. تمام? بيعمل للكسم والوصفات قلت لكم لايه علاقة بتكوين البون. تمام يا شباب? نقف بقى مع تكوين البون بقى عشان البلوغ. بتاع اللي هو تكوين بيساعد على تكوين كرات الدم الحمرى عشان كده قلنا يا شباب بقى هو قليل في فعشان كده الانيمي ابتظر في الفيمي الاكتر. تمام? قلنا هنا اللي هو بخلاص دي حاجات قديمة اللي هو بباباوند على بلازمة بروتين اللي هي جلوبين وقالبومين. الانجليزة بتاعي فلة. معلين? الموتيبوليزم بقى بيتكسر عادة في الليفر عن طريقها يا شباب. بيتا ولا الفة بيتا هيدروكسيليشن ممكن يعني لو جه بس يعني قليل ويدينا في الاخر ستتاشر بيتا هيدروكسي تستيرو. تمام يا شباب? وبعد كده في اليورين والبايل سولت. في اليورين والبايل سولت. ممكن مهمة برضو. لان اكتفيشن بقى احنا قلنا ما بيزيد عن حده بيقلب ضده. ممكن يعمل لنا مشاكل. ممكن يعمل لنا حاجة زي البروست كنسر ده. البروستاتة. البروستات كنسر. والميل يعني بيعمل ممكن يعمل صلع. وبيعمل فيه. آآ تمام? آآ فبيدينا حاجة تعمل للأكشن بتاعه. اللي هي مهمة جدا برضو الشباب عشان بصوا حاجة تابعة الكلينيكل دوسوا فيها. يعني احفظوها. مهما كان يعني لو هتفيدكوا بعدين وفي نفس الوقت يعني مميزة كده. فديبتوا بموضع اسئلة. اللي هي الفيناستيرويد. الفيناستيرويد هي اللي بتعمل انهيبت للخمسة الفاري داكتيزة شباب اللي هو بتحاوله للايه? لده هيدروكسي تستيرون عشان يستغل. تمام يا شباب? اهي. احنا قلنا هيدروكسي تستيرون بيختزل. بعد كده بيمسك في الروسيبتور ويدخل بقى النيوكلس وبعد كده يعمل بقى الشغل بتاعه. تمام? وبعد كده يروح المكان. اه عشان يعمل الاكشن بتاعته. وبيقولك هنا اللي هو بيتكسر بالليفر وبيخرج عن طريق اليوران والبايل صول. تمام يا شباب? دي بقى اهم نقاط المحضر. عارف دايما يا شباب اي حاجة يعني حصل خلال يعني في الوظيفة دي اللي تركزوا على اكتر. دي اللي بتجي يعني اكيد اكيد هيجي سؤال في الدوسقر ده. تمام يا شباب? بقولك اه هنا بيحصل اه في في يعني في بداية تكوين وبقى. في حاجة عاصلاجة. تمام? اه فاكيد هيعمل مشكلة في الهرمونات اللي انات جاية يعني. اه ما علينا يعني اللي هي في حاجة اسمها كونجيلتر ادرينا الهايبر بليزيا وخمسة الفة يعني عارف بالتفصيل. احنا قلنا اكتر واحد بيركزوا عليه. اللي هو وواحد وعشرين هيدروكسلازيل فسل شنسي. يا شباب الانزيم ده المهم جدا جدا. الي ان دينا في الاخر بسبب هذه الاولادة و الا الكورتيزيول. تمام? فبيقولك ده لو حصل خلال. اكيد اكيد مش ها اكيد اكيد وال oficial والي الكورتيزيول مش هيتكون. و فاوا الا nerdogen هو اللي هيتكون عشان هو مش واقف عليه يعني. فحيظهر تسير اكتر في 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 البنت. علشان كده كده يعني ايه? ايه? زي ما زي ما كنتم موضحة في الشرح. اه فالالدوستيرون هيقف. الكورتوزيرون هيقف. فالشغل كله هي يعني هيتركز على ايه? الاندروجين. فهتزيد. فحياصر طبعا اه طبعا طبعا بعيدة عن انت فقدت اهي. فقدت وظيفة الالدوستيرون والكورتوزيرون وكل حاجة. فبيعمل ايه? بيعمل ايه? الاندروجين زاد. فبيظهر في البنت. تمام? بيأظهر بقى على شكلها. وبيعمل ليه? والحاجات دي. تمام? انت بس يعني ايه? الحاجة تفهموها. طبعا ما حصل الغي الميكانيزم ده. فايه اللي هيحصل? فالاندروجين هو اللي هيزيد. هيزهر على البنت اكتر. الولد مش مهم. يعني اما الاندروجين زادة عنده شوية. بس بيظهر على البنت اكتر. تمام? هنا بيقولك في الاشتار بقى. الاشتار قولنا يا شباب هو اللي بدخل. هو اللي بدخل الكوليستوروه عشان. طب هو اصلا مش موجود ولا في مشكلة ولا ايا كان من البداية خالص الكوليستوروه اللي هو اللي احنا قلنا اللي هو المهم جدا. تمام? آآ فالسمه ده. آآ كلها اللي احنا نتكلم عنها مش هتحصل اصلا. تمام? فهيحمل ايه? آآ بس احنا بنتكلم هنا في الادرينا يعني الادرينا اللي هي ايه? فيها الكورتزول وفيها الاندرجين. فالادرينا ديفيشنسي من ناحية بقى ايه? المينارو كورتزول اللي هو الكورتزول ويحصل برضو في مشكلة في الاندرجين آآ في الاندرجين في الميل عشان الاندرجين قلت قلت في الميل بس مش هتبقى اوي يظهر قوي عشان احنا قلنا ايه? اللي هي في آآ في اماكن تاني بتطلق اندرجين. تمام? بس هو هيعمل ايه? هيعمل مشكلة في الثلاثة زي ما انتم عارفين. آآ في الخمسة الفاري ده اكتز قلنا الخمسة الفاري ده اكتز ايه? اللي بتحول لتستيرون اللي ده هادور تستيرون. تمام? هتعمل مشكلة في ايه برضو آآ فهت آآ هتأثر برضو على شغله بس احنا عارفين اللي في اصلا فيه تستيرون فري يعني ممكن نشتغل فري. تمام? بيبقى على حسب بقى على الكمية التستيرون اللي احنا محتاجنا. ده بتعتمد عليها آآ فبتزهر بناء عليها يعني. تمام يا شباب? اللي مشكوه آآ انتع حالتها في المحاضرة ما علينا بس التستيرون بيتحول لده هاي التستيرون مهمة جدا خمسة الفاري دا قلنا اللي هو صح اللي بيفيز الصح يبقون زباب. اللي بيعمل الانهيبشان يا شباب الخمسة الفاري دا قتيز اللي بيساعد على اللي هو في علاج البروستات كانسر تمام اللي بيعمل طلع واللي بيعمل هيروشتز موك كده. اللي هو اسمه ايه? آآ فينستيرون تمام يا شباب? والله المستعان وربنا معاكو ما تضحكوش عليه لو سمحتو. انا خلالكو بقول ميمز بتضحك على فكرة يعني. معلين. والله المستعان وربنا وفاكو ان شاء الله. والمحاضرة بسيطة جدا. ولو بركزت على النقط اللي انا بقولها بازن الله ان شاء الله هتحلوا الاسئلة بتاعتها. وربنا معاكو يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.